حياكم الله نتحدث اليوم عن الخلافات البينية بين قادة المكون السني قربت المسافات الزمنية واكتصرت الجهود اللي تبدلها قيادات المكون في إزاحة الحلبوس عن كرسي رئاسة البرلمان وما يتبعها من إزاحة ثانية تعتبر تلقائية من زعامة المكون فالعملية ليست بالعصية إذا ما التزمت التحركات الجديدة بمصداقيتها وجديتها فالناس تقلب المعادلة وراح تفتح المجال للزعامة السنية أخرى يكون الحلبوس خارج دائرتها طبعا هذا الموضوع يتزامن مع تسجيل مخالفات على أداء الحلبوس اللي ظلت الانتقادات تلازمه إلى دورته الثانية تتمحول حول استخدام المال والنفوذ وصلاحيات السلطة في إبعاد الخصوم كما يتحدث نواب المحافظات الغربية من أفنى الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة رح تحدث عن تحقيق تقارب يخدم طموح الحكومة يوفق بين برنامجها والموازنة العامة للبلاد فإن مشروع الموازنة الاتحادية اللي تقترب السلطة التنفيذية من أرسالها للتشريعية احتوت على جميع أبواب الصرف والنفقات الضرورية ورفعت من القيمة الاستثمارية هذه الخطوة تعد نوعية وغير تقليدية كما يصفها رئيس الوزراء العراقي فهي رح تكون نقطة الانطلاق نحو إصلاحات تستهدف تسربات الماضي وتشرع الباب نحو بناء قويم لإقتصاد البلاد طبعا فضلا عن معالجة البون الشاسع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي قائمة الفاترة رح نتحدث عنها اتباع المشاهدين الأحبة ندعوكم من التفضل البقاء إياه ومتابعتنا بعد صراع المناصب اللي مكث طويلا وتغلغل بين أطراف البيت السني اليوم هذا المكون القلق من بقاء الحلبوسي في منتصف أو منصب رئاسة البرلمان يحاول سحب البساط من تحته كما صرح بذلك من داخل الأحزاب السنية إذن هذه المؤشرات كلها ربما تندر بقرب إقالة الحلبوسي وإبعاد عن المنصب خلونا المشاهدين أحب أن نفتح هذا الملف مع ضيوفنا لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي عادت أنه زميلة نهي الشمري ربما لاحت بوادر نهاية عهد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ما لم يتم إنهاء الخلافات المحتدمة داخل المكون السني الذي يرى الحلبوسي بعين الدكتاتورية والتفرد بالسلطة فاليوم الأصوات تعلو داخل البيت السني لتصدر رئيس مجلس النواب للمكون القلق من بقائه على هذا الحال على اعتبار أنه قد يختزل الموقف السني بشكل كامل بالوقت الذي تخطط بعض الأطراف السنية للإطاحة به لاستحواذه على منصب رئاسة البرلمان الذي يشغلها كل شيء هو قابل للتنازلات والمساومات السياسية اليوم للأسف الشديد أقول العراق والعملية السياسية هم مستقران على أرض رمضية لا توجد فيها ثوابت المتغيرات اللحظية هي من تحدد الاتجاهات السياسية للكتل والأحزاب والقوة أعتقد أننا بحاجة إلى انضاج مثل هذه الخطابات وإبعاد الشارع عن هذه الإخفاقات حتى لا يكون هناك إنشطار بعصر رأيها يعني أعتقد أنه مهما حصلت المناكفات السياسية بين القوى السياسية ستنتهي بالمساومات وهذه المساومات هي التي ستعطي الناتج ما إذا كان السيد ليث الدليمي يعود مرة أخرى إلى واجهة مجلس النواب أو أنه سيتم يعني إلغاء أو سيتم مثلا إعفاء من مجلس النواب ويبدو أن الخلافات داخل حزب رئيس مجلس النواب لم تنتهي عند التصعيد مع باقي الكتل السنية بل تمخبت عنها انسحابات وانشقاقات جديدة عن هذا الحزب التي تمثلت بانتقال النائب ليث الدليمي إلى تحالف عزمة والتي على إذرها تم قبول استقالاته المقدمة منذ أكثر من سنة بالوقت الذي يرى خبراء القانون ضرورة خضوع الاستقالات إلى آليات قانونية ودستورية تبني موضوع أقالة رئيس مجلس النواب أو أحد الأعضاء يحتاج إلى أطر وضعها الدستور العراقي وأيضا أطر قانونية وإجراءات وتعليمات وفق قانون مجلس النواب والنظام الداخلي إلى مجلس النواب فبالتالي هناك آلية قانونية كأن تكون الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب اللي ما يقارب تقريبا أكثر من 150-165 نائب فصراعات السنية التي وصلت مراحل متقدمة أنتجت عنها انشقاقات واستقالات في حين يرى المراقبون أنها تؤثر على منصب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتحرك الشعبي والسياسي ضدها والمطالبة بإقالته من رئاسة البرلمان ما لم يتم التنازل عن التشبث بالقيادة للمكون السني لحسب تصريح الخبراء نهى الشمري الأيام الفضائية حياكم الله مجددا ورحب بيضيوفي الأكارم من دكتور حيدر البرزنجي رئيس مركز الباني للحوار حياك الله دكتور ضيفا كريما وكذلك رحب بي الأستاذ فيصل راضريكان الخبير القانوني حياك الله أستاذ فيصل وعبر اسكايب ينضم معي الشيخ عطلة الجغيفي قياده في تحالف الأنبار الموحد ينضم معي عبر اسكايب من الأنبار حياك الله الشيخ عطلة أبدأ مع حضرتك دكتور حيدر نتحدث اليوم عن الخلافات السياسية بعد أن كانت رئاسة الجمهورية وتم حسمها البرلمان اليوم تعود إلى الخلافات ولكن ليست خلافات داخل البرلمان بقدر ما هي خلافات أحزاب سياسية بين المحافظات للمكون السني ولكن بطريقة أو أخرى إن عكست على المنظومة السياسية داخل البرلمان كيف تفسر هذه الأمور نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك الكريم ولضيفيك الكرام ومتابع قناةكم وقرانا أعتقد هذه الخلافات التي اليوم تطفو على السطح هي بسبب تقسيم اللجان وممكن أن تكون تستمر إلى حسم ملف الدرجات الخاصة وبعد ذلك يعود الهدوء التام لطرفي النجاح إذا كان في البيت السياسي الكردي أو في البيت السياسي السني بالتالي البيت السياسي السني حقيقة هو لديه خلافات ليست اليوم بل هي منذ فترة حتى قبل الانتخابات ثم تطورت بعد ذلك بعد الانتخابات ثم اضمحلت ثم عادت واليوم نراها عائدة إلى السطح فيما يخص حقيقة دور الأخوة الأخ الأكبر وهو الإطار التنسيقي الشيعي لا يكون طرفا في جهة دون أخرى يحاول أن يلملم الأوراق وما يتفق عليه البيت السياسي السني بصورة بطريقة إجماع هو مع هذا الإجماع حتى مرة يتفقون على التغيير مرة يتفقون على البقاء مرة يختلفون ينقسمون صماطين هذه الخلافات حقيقة ليست جديدة بين الحين والآخر تصدر وخصوصا في محافظة الأنبار التي دائما هي في صراع سياسي مستمر وأعتقد أنه كان للإطار التنسيقي الشيعي دور حتى في تقريب وجهات النظر بين البيت السياسي الكردي اليوم في خطاب سيد رئيس الوزراء في يوم الشهيد وخصوصا الذي يقيمه في قاعة الكبرى لدى سيد الحكيم كان يوضح أن هذه الخلافات السياسية تنعكس سلبا على أداء الحكومة وطلب أن تكون هذه الصراعات بعيدة وأن يتوحد الكل في دعم الحكومة تحت إطار إدارة أو اعتلاف إدارة الدولة ممارسات بعض السياسيين حقيقة هي التي تستفز يعني أنا أقصد عن البيوتات بعض السياسيين قد تستفز هذه الممارسات البيوتات وتتهم بأنه هناك دكتاتورية نمط من السيطرة على القرار السياسي وبالتالي أنا أسأل هذا السؤال أيضا للنواب لماذا أعطيتم استقالات ووقعتم على أوراق فارغة كي تكونوا ضمن تحالف معين هذه أعتقد أنها مثلبة على النواب قبل أن تكون مثلبة على رئيس الكتلة التي طلب منها من نوابه أو من مرشحيه أن يقدموا هاتين الورقتين التي كانت هي السبب في ازدياد الصراع إذا استطاع البيت السياسي السني أن يجمع قواه داخل مجلس النواب حقيقة ويذهب باتجاه التصويت على تغيير رئيس مجلس النواب هذا أمر خاص بهم طيب كان قبيل أو بعد قبيل أعتقد قبيل انتخاب سيد رئيس مجلس الوزراء في نفس اليوم أعتقد أو قبلها قدم رئيس مجلس النواب استقالته وتم بنحه الثقة مرة أخرى 822 نائب ولكن هسا اليوم لما تكون هناك ضغوط سياسية وعشائرية ونيابية وجد الترحابي بحضرتك الشيخ عطلة جغيفي لما تكون هناك ضغوط من كافة الأنواع تحاصر الحلبوسي وتفقد مصادر القوة بالتالي نتحدث عن هذه الضغوط السياسية والعشائرية والنيابية واختتمت بضغوط شعبية في بعض المحافظات كيف تنظر إليها وإلى ماذا ستؤدي هذه الضغوطات حياك الله أخي الكريم تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام حقيقة هناك فرق كبير بين الإساسة السنة وساسة الكرد وساسة الشيعة وبين المكونات كالشعب والحركات السياسية التي لم تشارك أو لم تحصل على مقاعد ضمن مجلس النواب أكو فرق يعني بالتناخذ ملف ملف يعني السؤال واضح سؤال جنابك واضح اليوم السيد الحلبوسي الدكتور حيدر تحية إليه يقول اتهام للحلبوسي بأنه ديكتاتور أعتقد سبقونا هم أخواننا بالإطار التنسيق سبقونا بأنه كان الحلبوسي دكتاتور وعميل وواوة عندما كان ضمن تحالف السيد مقتدى صدر لكن احنا اليوم ليش نبقى نتشامر إحجار اليوم خلنا نتكلم واقع العملية السياسية مرفوضة من 80% من الشعب العراقي طيب ما معقول اليوم المواطن العراقي يدفع الثمن حتى يكون السيد المبجل في مكان حتى تستمر عملية سياسية على حساب المواطن العراقي اليوم السيد الصدر العفو السيد المالكي وسيد الحكيم يوم أمس يمكنك اللي قال السيد المالكي وأيضا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد سياع السوداني تكلمون عن تهريب عملة لدول الجوار طيب من اللي سيطر عليها الشعب لو مجلس النواب والحكومة التنفيذية يتكلمون بأمور يجب ويجب ويجب عذرا عذرا مع كزازي واحترامي بالجميع أنا ما ريد أطيعك أنا كمواطن ليش أطيعك؟ أطيعك حتى تبقى على عرشك لو أطيعك حتى تقدم لي خدمة أطيعك حتى تقدم لي خدمة إلي والأطفال والأهل والناس يعملوا إياه فالسيد الحلبوسي اليوم هو رئيس مجلس النواب إذا تحسب الدورة الحالية من باشرة وكمجلس النواب إلى حد الآن انطيني قانون شرع يخدم المواطن قانون واحد فقط وحكومة سيد السوداني بعض الأيام وتنتهي المئة يوم ويتم التصويت عليها أيضا انطيني إنجاز أنا أريد إنجاز حتى أقول للأهل والناس سأعدد لك الإنجازات أجل حضرتك دكتور حيدر ولكن هسأكو قضية صارت شيخ الجغيفي صارت شوي حتى يوصلي بلازة أحمد صارت جغيفي صحيح قضية النائب ليث التميمي ويعني هذه الاستقالة ألا تعتقد بأنه هي كانت المحرك ليث الدليمي وليث التميمي نعم ليث الدليمي يا أخي العزيز وباقي نواب السيادة ونواب تقدم حقيقة يعني كراسي نحسب عليه حقيقة ما نحترمهم لأنهم قللوا احترامهم بتقديم الاستقالات المسبقة والأوراق البيضاء الموقع عليها فما يستحقون أنه لكن الأمر اللي صار الدكتاتورية شون تكون عندما تقصي نائب باستخدام مرقة الضغط عندما تحرم نائب آخر من الدخول إلى البرلمان هذه دكتاتورية عندما تحدد اللجان على مزاجك وليس على أبسط شيء اليوم أعتقد اللجنة النيابية اللجنة النيابية للمالية كانت للسنة تحولت لأخوان الشيعة فأمور كثيرة أكو توافق أكو توافق وأكو اتفاق أكو توافق وأكو اتفاق التوافق أخويا قاعد يدار البلد من خمسة ستة أشخاص اللي هم رأسها الكتل النيابية اللي تتحكم بهذا البلد فهم يجب أن يعملون فيما بينهم هم يقولون يجب عليكم كشعب أن نصور كذا إذا كان يصدرون تعليمات لا أحنا نقول لهم أخوان أنتوا أخوان بهذا البلد اعملوا بصورة صحيحة حتى المواطن يقدر يتقبلكم ويقبلكم ويطاوعكم ليس الدليمي الرجل بيوم وليلة تعال أطلع يعني رأسا شايف كتاب يروح رأسا للمفوضية ومن المفوضية يرجع ثاني يوم ورأسا بنفس اليوم يجي ناب البديل ويأدي اليمين للدستوري عميوان النواب طيب هذه الجزية تحدث عنها شيخ خلي أنقلها لأستاذ فيصل راضي ريكان أستاذ فيصل نتحدث عن الجنبة القانونية في هذه الاستقالة ونتحدث أيضا عن المحكمة هل ستكون لها وقفة رأي قرار من هذه الناحية خير عليك أستاذ أحمد وتحية لغيفيك العزيزين الحقيقة أشار دكتور حيدر إلى حقيقة مهمة يعني من خلال الحديث أنه هذا الموضوع هو مثلب على النواب يعني النائب عندما يرشح نفسه إلى مجلس النواب العراقي يفترض أن يقدم أمامه المهام التي يجب أن يؤديها للشعب العراقي بشكل عام يعني ليست لطائفة أو جهة معينة وبالتالي تقديمه هذه الأوراق كما أسلف الغيوفك الكرام تقديم الاستقالة وأوراق بيضاء هذا دليل على أن هذا النائب ممكن أنه يبحث عن مصالح خاصة ممكن أن تفيده مستقبلا وبالتالي كانت هذه سبب بلاء عليه على شخصة هذا واحد اثنين نحن اليوم نتحدث عن الناحية القانونية الناحية القانونية الاستقالة تقدم إلى رئاسة مجلس النواب ومسببة وبتاريخها إن كانت الاستقالة حقيقية ومضبوطة ولا وما بها مشكلة فتقبل الاستقالة وعدنا سابقة سابقة كانت بتقديم أعضاء مجلس النواب من التيار الصدري استقالات إلى رئيس مجلس النواب وتم الاعتراض عليها أمام المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية أيدت قبولها من قبل رئيس مجلس النواب هذا جانب الجانب الآخر المهم أنه إذا أريد تغيير رئيس مجلس النواب فهناك نصوص قانونية هي التي تحدد من بقى رئيس مجلس النواب أو خروجه إن كان هناك تصويت عليه وإذا حصل أصحاب الرأي بإقالته على الأغلبية المطلقة المطلوبة وفق الدستورة ووفق القانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس النواب فيقال ويأتي شخص آخر إحنا عدنا حقيقة مهمة الآن الآن كنا خايفين أنه ما تشكل للحكومة وفعلا تأخرت لفترة معينة لكن الآن الحكومة يعني أجهاز التنفيذي وضع على السكة الحقيقية الصح وبدأ يعمل لذلك تغيير رئيس مجلس النواب الآن أعتقد أنه نعم قد يكون مؤثر بالمشهد السياسي لكنه ليس بذلك التأثير الكبير أعتقد أن الحكومة تعمل الآن بالشكل الصحيح وإحنا لاحظنا خلال هذه الفترة السابقة أنه تم تحقيق كثير من المسائل التي كان يطمح لها المواطن العراق وبانتظار إنجازات أخرى إن شاء الله لكن تغيير الرئيس رئيس مجلس النواب هذا مرهون بموافقة مجلس النواب ووفق النظام الداخلي ونظام مجلس النواب قانون مجلس النواب دكتور حيدر تحدث الشيخ الجغيفي ببعض الإنجازات التي حضرتك اعترضت على وجودها وأيضا ما تفضل به كان هناك مسارات قانونية إذا ما أردنا أن نتحدث عن تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب كيف تنظر إليها؟ يعني أنا أولا نخلي نؤمن أول مرة هل نؤمن نحن بهذا النظام السياسي؟ إذا كنا لا نؤمن بطريقة وبأخرى نؤمن أم نحتكم إلى دستور وقانون؟ لا عفوا أنا في معرض ردي على الشيخ الشيخ الكريم هذا النظام السياسي يعني فيه تاريخ من الدماء والشهداء وعملية انتخابية هل ستؤمن بي حضرتك؟ لا تؤمن؟ لكنها عملية ديمقراطية وتداول سنمي للسلطة ستة أشخاص سبعة أشخاص هذا واقع البلد وهذا النسيج الاجتماعي لم يمنعكم أحد من أن تشاركوا في العملية السياسية كما شارك الأخوة التشرينيين والآن لهم تمثيل داخل قبة البرلمان فلا أعلم لماذا يعترض أصحاب تلك المحافظات عن أنهم مظلومين ولم يشاركوا في العملية السياسية جانب الآخر جانب الصراع السياسي السني هو جانب صراع تدافعي للزعامة والسيطرة على المقاليد السياسة أو المجلس النواب أو الوزارات أو اللجان ما دخل الإطار في هذا الموضوع؟ لماذا دائما يطلب من الإطار أن يكون طرفا في هذا الصراع؟ هذا الصراع داخلي أنتم تحسمون أمركم وهنا أتحدث عن النواب فعلا لماذا هذه الحكومة تنتقد وهي لم تكتمل أو لم تكمل من عمرها ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر هناك حملات حقيقة خدمية وجهد خدمي في مناطق وتمليك للأراضي الزراعية الذي لم يحصل منذ سبعينيات القرن الماضي وهذه ليست منه تعيين آلاف العقود وحقيقة الموظفين بالأجر اليومي اللي صالهم عشر سنوات ما استطاعت أي حكومة في ذلك الوقت أن تحولهم وبالتالي هذه كلها بالإضافة إلى قضية المفردات البطاقة التمويني موضوع الدولار اللي يتحدث عنه والتهريب يا عزيزي موضوع الدولار هو معروف ومكشوف ولا يحتاج هذا اعتراض وتشرين بلا مخيمات المحاولة منها هو أسقاط هذه الحكومة لأنها حكومة تسمى بحكومة الإطار التنسيق الشيعي الغير مرضي عنه الأحداث كثيرة لا نريد أن نسرد ماذا حدث أبان الثلث المعطل وتعطيل الحكومة لعشرة أشهر محاولة تفتيت الإطار التنسيقي لكنه تماسك واليوم الحكومة حكومة إدارة الدولة من غير المعقول اليوم أيضا الإطار التنسيقي يذهب باتجاه أن يدخل في صراع سياسي وهو لديه التزام مع إدارة الدولة إذا كان هناك إجماع من الرأي السياسي السني داخل قبة البرلمان في تغيير رئيس البرلمان وهذا يطرح في اجتماعات إطلاف إدارة الدولة وبالتالي يتخذ به قرار فأنا أعتقد أنه هذه الصراعات والنزاعات السياسية داخل البيت السني يراد لها حقيقة أنا أعرف ما هي هذه الصراعات هي على مود اللجان لا أكثر ولا أقل أستاذ أحمد اللجان هذا يريد هذه اللجنة وذاكي يريد هذه اللجنة صار هذا الصراع على قضية اللجان بالنتيجة تخذ رقعة أكبر أنا أرى أنه المصلحة الحقيقية اليوم أن ندعم ونساند حكومة لم تكتمل ثلاثة أشهر بدلا أن نضع العصي في حركته سنتين ونصف الكاظمي كان يسير الحكومة وازداد سعر الصرف 28 نمرة في ذلك الوقت هذا متبرر نعم الحكومة ملزمة اليوم أكو إجراءات حقيقية وقوة أمنية في الشركات الصيرفة والتلاعب بسعر الصرف خلينا اذهب دكتور حيدار سمحني اذهب لي الشيخ الجغيفي الشيخ أطلا نتحدث عن أن هناك ملاحظات داخل المكون السني وداخل المحافظات السنية وصلت حد الاتهام بأن الحلبوسي لم يكن منصفا في توزيع المناصب رئاسات اللجان كما أشار الدكتور برازنشي ما وزعت بالعدالة على المحافظات السنية وكان أنكو حرمان واضح لديالة وصلاح الدين إذا ما تمت مقارنتها هذه المحافظتين بالأنبار والموصل وبغداد هل أن هذا الأمر هو المحرك الرئيسي لهذه الخلافات وإذا ما تمت ترضية هل ستنتهي هذه الخلافات يا كلاكويل عزيز على عجالة عضد ببعض ما جاء في كلام بكتور حيدار بكتور حيدار رجل يقول أوجه كلامي للنواب أنا مو من ظلم النواب وهذا حقه طبعا يقول النواب اليوم نواب السنة إذا أرادوا تغيير رئيس مجلس النواب هذا شيء يعود لهم أقدر أجاوب نيابة لأنه شيء معلون ومعروف أنهما أسرى ضمن التواقع اللي أنطهوا على أنفسهم فما يقدر يسوون شيء هذا جانب الجانب الآخر فيما قص العملية السياسية وقبولها أكيد لمقابلينها أصلا ما أطلع بهذا البرنامج هذا أولا كعملية سياسية جامعة لكل أبناء الشعب العراقي عملية ديمقراطية عملية أحنا في بلد ديمقراطي تعدد الفيدرالي ضمن دستور علما أشار السيد الحكيم يوم أمس أنه الدستور كتب بهواجس معينة وهذا الشيء ما أريد أطوف به حتى لا يتعبني ويتعب الدكتور لأنه ما بي مصلحة للمواطن بهذا الوقت هذا إلى مواضيع أخرى وإلى برامج أخرى وإلى مختصين أرجع على الخلافة التي تكلمت بيه جنابك هو سؤال جنابك فيما يخص الخلافات التي حاصلها أخي العزيز تحديداً برئاسات اللجان شيخ عطالله رئاسات اللجان أكون محافظتين يعني ديالة وصلاح الدين لقارناهم ببغداد والموصل والأنبار ماكو نسبة مقارنة بتوزيع هذه اللجان البرلمانية عذراً أخي الكريم هو صوت يوصني بضعف لنقعد أفهم مضمون السؤال أنه صلاح الدين وديالة ونينو شنو بيها مقارنة مع الأنبار عذراً يعني أكو توزيع اللجان أصبحت هي دكتور حيدر برزانشي يقول الخلاف الرئيسي هو بقضية توزيع اللجان عضد على كلام الدكتور حيدر فيما يخص اللجان طبيعي هي مكاسب هي مكاسب لأنه أنطوا وعود في تحالف استيادة أنطوا وعود لا يستطيعون الإفاء بها إجا وقت لحسابي عذراً أو ليش عذراً بدون عذراً يقول ما شافوهم من باقة وشافوهم من قاعدة قاسمون هذا ما يحتاج أحد يعني يتعب به أصلاً لكن أنا أجي لك على الخلاف اللي موجود داخل محافظة الأنبار اليوم واللي على حقيقة على مستوى عالي جداً الخلاف بين الحزب الوحي بين سيد المحافظ وسيد الحلبوسي فانقسم أبناء الأنبار ممن يدعمون هذا الحزب نفسه إلى نصفين نصف مع السيد المحافظ أو ثلاثة أربعة مع السيد المحافظ وربع مع السيد الحلبوسي إذا كنت منصف بالنسب ليش؟ لأنه يقول لك لا تدخل يا رئيس مجلس النواب اليوم ديكتاتورية السيد الحلبوسي اللي طبقها على مجلس النواب اللي جاي يدفع ثمنها أبناء الأنبارك ودكتاتورية أخرى بالعمل السيد الحلبوسي وأستاذ النواب جاي يدخلون بعمل السيد المحافظ باعتراف السيد المحافظ أيضاً أحاول حتى لا أعبرها لأضيف الكريم الأستاذ الآخر ذكر أنه موضوع قانونية الاستقالة من عدمها الاستقالة وبلسان على لسان النائب ليس الدليمي أنه الاستقالة بدون تأريخ التأريخ مزور تزوير وثيقة من قبل رئيس مجلس النواب بإدعاء النائب ليس الدليمي ما جايب شيء من عندي تزوير عملية يعني رئيس أكبر سلطة تشريع بالبلد يزور حسب إدعاء النائب ليس الدليمي أنه زور التأريخ بدون تأريخ هذا حتى ما أنسى نجي داخل محافظة الأنبارك يا العزيز والسادة الكرام وضيوفك الأجلاء داخل محافظة الأنبار اليوم نحن ندفع الثمن كمواطنين بعيدا عن العملية السياسية يعني اليوم من يختلف تعرف أنت السيد المحافظ وسيد رئيس السلطة التشريعية تعرف شذو التبعات الأخرى التي تتبعها فيما يخص موضوع الأمن فيما يخص موضوع الاقتصال فيما يخص موضوع المنافذ الحدودية في كل جوانب الأنبار والأنبار كبيرة حجم وكبيرة اسم فتحتاج إلى وقفة من كل أبناء البلد مو فقط يتركونها للأنبار وحدهم نعم طيب أستاذ فيصل يعني اتحدث ما جرى اليوم من التظاهرة ووقفة أمام مجلس النواب ضد رئيس مجلس النواب وهذه التظاهرة خرج بها مواطنون من حزام بغداد مناصرة للنائب المبعد ليث الدليمي يعني هذه الممارسات ضمن إطار ديمقراطي ومدى فاعليتها في إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة النائب إلى قبة البرلمان سواء شعبيا أو قضائيا هو أشوف أستاذ أحمد نحن نتحدث عن صيغ قانونية سليمة أولا الاستبعاد السيد محمد الحلووسي من رئاسة مجلس النواب هذا يقرره مجلس النواب وخصوصا أنه هناك ممثلين لهذه المناطق في مجلس النواب يعني هناك ممثلين لكل العراق داخل مجلس النواب من يقرر من يكون رئيس مجلس النواب هو قلت لك وفق السياقات القانونية والدستورية داخل مجلس النواب ويجري التصويت عنه أن حصل وأكو سابقة يعني هو الرجل هو قدم استقال تمره وحصل على ثقة مجلس النواب ممكن أن تعادل الآن المسألة هذه من جديد ويجري التصويت عليها داخل مجلس النواب هذا موضوع الموضوع الآخر ضيفك الكريم أشار إلى أنه هذه الوثيقة وثيقة الاستقالة مزورة ومن قدمه من الذي قدمه قدمه هو نائب نفسه يعني كان يفترض به أن يذهب الآن إلى المحكمة الاتحادية أو إلى الجهات الأخرى إلى التحقيق في موضوع تزوير هذه الوثيقة الرسمية اعتبرت وثيقة رسمية الآن لما قدمت الاستقالة من قبل النائب اعتبرت وثيقة رسمية التزوير في المحررات الرسمية أو في الأوراق الرسمية أو المستندات أو الوثائق هو تغيير في حقيقة الوثيقة وبالتالي عقوبتها قد تصل وفق قانون العقوبات العراقي رقم مئة وداعش سنة 1969 معدل وفق المواد من 186 إلى 290 تقريباً 286 إلى 290 تحدثت عن هذا الموضوع وعقوبة السجن يصل إلى 15 سنة السجن إذا ثبت أن هناك وثيقة مزورة لكن النائب هو من قدم هذه الوثيقة بيده ويجب إذا أراد أن يثبت أنها مزورة يجب أن يقدم الأدلة والبراهين أمام التحقيق المطلوب من أجل أن يصل إلى الحقيقة والموضوع فضل أستاذ أسافر نعم عفواً لذلك أنا أعتقد أنه اليوم مو مشكلة يعني تغير رئيس مجلس النوال أعتقد أنه هذه ليست ليست مشكلة مشكلة صعبة المنال يعني ممكن أنه بما أنا قلت لك الحكومة العراقية استقرت وبدأت تعمل بالشكل السليم وفق السياقات القانونية والدستورية رئيس مجلس النوال ممكن أن يتغير وفق السياقات الدستورية والقانونية السليمة دون إثارة ضجة ومشاكل أما الخلافات حول زعامة المكوم السني فهذا موضوع خاضع إلى الأحزاب السنية نفسها ممكن أنه تختار شخص آخر ممكن أن تبقي السيد محمد الحلبوسي وهذا موضوع آخر خارج نطاق موضوع رئاسة مجلس النوال أشكرك شكرا جزيلا نسافي صريكان الخبير القانوني حدثتنا عبر هذا الملف حول القضايا القانونية المختلف عليها وشكر كثير لجنابك الشيخ عطاللان الجغيفي القيادة في تحالف الأنبار الموحد حدثتنا عبر سكايب من الأنبار الدكتور حيدر البرزنشي تتفضل البقاء معي في الملف الآخر نتابع مشاهدي ألاحبه حياكم الله مجددا موازنة عامة تحتوي على نقاط مفصلية تتوافق مع البرنامج الحكومي وتكون بداية لرسم مسار اقتصادي ومالي يعالج أخطاء الماضي ويستوعب هذه التقلبات فهذه الموازنة وسطت مراحلها الأخيرة وقريبا راح تعرض إلى البرلمان أو على البرلمان للإقرار خلونا نفتح مشاهد إلى حبة هذا الملف لكن بعد نشاهد تقرير الزميل علي حبيب مسودة الموازنة الاتحادية أول قوانين الحكومة الحالية إلى البرلمان هكذا تتحدث السلطة التنفيذية بعد اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على مشروعها فهي موازنة غير تقليدية ومصممة حسب فقرات نموذجية استوعبت معظم المواد التي تضمنها المنهاج الحكومي والاصطحات الاقتصادية لقطاحات متعددة الأبرز فيها دعم التنمية الاقتصادية أتمت يعني وتم ترتيبها وبالتالي سوف تعرض على البرلمان لقرارها الموازنة مفترض أن يتم التصويت عليها بعد وضع النقاط على الحروف وتخصيص المبالغ الخاصة لكل الأقاليم أو المحافظات وبالتالي تدخل مسألة العمار والبنى التحتية مداحل حقيقي في هذا الجانب ورغم استحواذ الموازنة التشغيلية على ثلثي القيمة الكلية للموازنة العامة إلا أن الحكومة ما تزال تضغط في هذا القطاع بما يرفع من حجم الإيرادات وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى جدية حقيقية لمسار اقتصادي يترجم توجهات حكومة الخدمة الوطنية هناك خطوات اقتصادية ربما تشمل أولا استخدام موازنة في مشاريع استثمارية يعني قبل تطلب حضرتك أن الموازنة هي تشغيلية يعني 65 إلى 70% تشغيلية وبالتالي أن الثلاثين بالمواقية لا يستفد من العراق لذلك عملية أنه أن الفتح مجالات الاستثمار ودعم باب الاستثمار هو أيضا سيساهم في توفير مئات فرص العمل للشباب العراقي أيضا عملية عادة وتهيير معامل التوقف ومن المؤمل أن يصل مشروع الموازنة الاتحادية إلى البرلمان الأسبوع المقبل بمقدار 150 تريليون دينار متجاوزا السقفة الإجمالية للموازنة السابقة وهذه الوفرة المالية ستقدم دعما إضافيا لجهود الحكومة الحالية في إجراء إصلاحات جوهرية لقطاعات غير قليلة وتعضيد جهود مكافحة الفساد علي حبيب الأيام القضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيها الله أستاذ أحمد وينضم معنا ضيفا كريما في الأستوديو أستاذ دوريد الأعنزية الخبير الأقتصادي أهلا بكم ضيوف الكرام أستاذ دوريد نتحدث عن إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني اليوم بأن حكومة تشارفت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 23 وأكد بأنه راح يكون هناك دعم البنكي المركزي العراقي لعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار ويعادة لسعره الرسمي إمكانية تحقيق هذه الجزئيتين يعني أقرار موازنة وإرجاع سعر الصرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ومرحمة بيكم بظيفك الكريم الحمد لله نحن ننتظر طال يعني سأصعب مخاض أمام الحكومة أن تنهي موضوع الموازنة تبقى علينا كاقتصاديين راقب مفرداتها وآلية التنفيذ إذا كان هناك خطة خلي ما نقول برنامج خطة أو اختيار خطة اقتصادية لغرض التنفيذ فبها أما إذا كانت مشاريع متفرقة متناثرة أو مشاريع لتكميل مشاريع سابقة يعني ما أكو وضوح لأننا بالنسبة إلنا شنو التنفيذية مالها نعم تنفيذية للموازنة أكو عد ستة الاف ومئتين وخمسين مشروع متلك مش قد راح ناخذ منهم وقد راح نخلي جديد أختار المشاريع الضخمة لو أختار المشاريع التنموية مبدأ التنموية ما متبع عدنا احنا عدنا مبدأ التنمية اقتصادية طيب واطلع بينما العالم أكو به عدة طرق يعني الخطط التنموية الاقتصادية هذه تاخذ وجه اجتماعي ووجه اقتصادي بينما المشاريع أو التنمية التي يضطرقوها لكثيرين من الأساس الاقتصاديين تاخذ وجه إنشاء مشاريع ضخمة لكن التشغيل ما لها جدا قليل أنا الآن في أمس الحاجة يعني ما رد أدخل على تنمية الاقتصاد الدائري هاي بعد شوية بعيدة علينا وصعبة التعامل بيها موحنا نبقى في قضية إطار الموازنة أستاذ دوريد وقام الموضوع اليوم إطار الموازنة أرقام خلق قاطع أستاذ دوريد خلقنا نشرك الدكتور حيدر برازنش اليوم في المؤتمر اللي ألقى فيه كلمة رئيس الوزراء حول الموازنة وسعر الصروف يعني كانت هناك الكثير من التفاصيل ولربما واحدة من هذه التفاصيل دكتور حيدر حضرتك حضرت هذا المؤتمر واحدة من أهم هذه التفاصيلات بأنه يقول أنه هاي الموازنة راح تكون محققة للبرنامج الحكومي ومغايرة عن سابقاتها من الموازنات بالتالي هل هذه قيمة مضافة للموازنة وما دمنا تحاكي البرنامج الحكومي تختلف عن الدورات السابقة شون راح من الممكن أن يكون هناك اختصار للزمن وتحقيق على أرض الواقع نعم تحية طيبة لضيفك ولك أستاذ أحمد حقيقة هي مصداق للبرنامج والمنهاج الحكومي وهذه فعلا أول مرة تكون بحيث لا تكون هناك هدر تحقق مضافة كما تفضلتم من أجل ضغط النفقات والذهاب باتجاه تبويب الموازنة على الوزارات والمستحقات التي تنفق دون أن يكون هناك هدر وأنا أعتقد أنه السيد رئيسي الوزراء الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الخطة التنموية الشاملة في الموازنة اليوم لم تكن هناك موازنة وبدأت خطة خدمية وحقيقة تنموية المشاريع التي اندثرت وبدأ فيها يكون هناك ضرر بالمال العام هناك محاسبة حقيقية للفاسدين أنا أتحدث معك وهناك متحدث باسم وزارة التجارة أعلن أنه الحكومة قررت أن تبيع مادة بيض المائدة والدجاج والطحين بالسعر المخفض منذ يوم غد ويطلق في كل الأسواق هذه أيضا إجراءات استباقية لتغفيف عن كاهل المواطن قبل كنا نسمع بالورقة البيضاء فأصبحت ورقة حمراء على المواطن يعني لم يكن هناك لا دعم لمفردات البطاقة التموينية في ذلك الوقت عندما ارتفع سعر الصرف ولا دعم اليوم هناك قيمة إضافية للحصة التموينية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية يعني هذه حقيقة أيضا يستفيد من ما يقارب خمسة ملايين عراقي بالنتيجة أكو إجراءات لكنه الإجراءات طبعا وقطعا لا تحدث في يوم وليلة وعندما تقر الموازنة وأنا أعتقد ممكن أن تكون أسرع موازنة تقر في هذه الدورة وفي هذه الحكومة لأنه دائما كنا نشهد صراعات نزاعات تدافعات تعطيل من جهات سياسية ابتزاز يصل سياسي من أجل إضافة أبواب صرف جديدة ومحاولة لاستثمار الموازنة لجيوب الفاسدين اليوم هذه المرحلة انتهت هناك تنسيق واتفاق وهناك دعم حقيقة سياسي للسيد رئيس الوزراء من قبل تلاف دارة الدولة وحقيقة الإطار التنسيقي الشيعي أنا أعتقد أنه البرنامج الحكومي والموازنة التي سوف تقر سوف تكون منطلاقة حقيقية لبدء مشاريع استراتيجية لحكومة لم يمضي عليها ثلاثة أشهر هذه المشاريع اتحدث عنها الأستاذ دوريد وللإفاضة أكثر سيد العنزي الحكومة ما تزال في لحظات أعداد الأخيرة لهذه الموازنة وأيضا تحاول ضغط النفقات التشغيلية على حساب إنعاش الاستثمارية طيب إلى أي درجة تدعم الخطوة الاستثمارية في برنامج الحكومة الحالية والله إذا كان هناك دية بالعمل الاستثماري فالمبالغ هاي إلى حد الآن مقنعة ومرضية إلى حد الآن العمل على مشاريع يحتاج إلى نوعين من التفكير بالمبلغ نوع الأول الوارد النقدي النوع الثاني الوارد الاجتماعي أنا عندي نسبة البطالة جدا عالية أنا إذا أبني كل الموازنة لمشاريع استراتيجية وذات مردود مادي عالي نعم لكن خلال الفترة هاي كلها راح يبقى عندي نسبة البطالة جدا عالية فالآن أكو خيار واحد أمام المنفذ بالتوجيه إلى أيهما إذا كان المردود المادي يعني فأحنا تركنا المجتمع وتركنا التشغيل وإذا كان التنموي المنظرية التنموية فأنا راوست أو وازنت بين التشغيل وبين الواردات والحمد لله إن شاء الله الواردات معنا جيدة على موضوع النفذ فأنا أستغل الآن الأرقام مجهولة والأرقام ما أكو أي رقم صحيح يعني لا نسبة ولا رقم تحديد أما الموازنة راح تصعد للبرلمان برلمان ما أدري ليشي لاقشها قراءة أولى وقراءة ثانية وتخلص اللي جاني اللي تريد تناقش وهم بنفسهم أعظام مجلس الوزراء ربعهم غير يكون متكاملة ومهيئة وسريعة يعني اقتصاديا عالميا إحنا نحترم إذا كان أكو هناك موازنة المواضيع الأخرى اللي تتعلق بالموازنة يعني النقاش مع الأقليم ومتعلقات النقاش مع الأقليم أرجو أن لا أتكون هناك عوائق وتأخير الموازنة وإذا كانت هناك مفاوضات طويلة تعتبر الموازنة غير متكاملة وتكمل بعد الاتفاق يعني ما أأجل الموازنة كلها على مدروات بمال أقليم ولا أأجل الموازنة كلها على الخطأ اللي راح يرتكب في إقرار قانون النفط والغاز طيب أفصلوا قانون النفط البحث وقانون الغاز البحث يعني مش هون راح تقرر الموازنة وهنا أنا أكفت اليوم إشارة دكتور حيدر يعني أثارها أستاذ دوريد العنزي إشارة مهمة جدا ووردت فيك كلمة سيد شرفان بارزاني اليوم واستمعت إلى حضرتك توقفتني لما يقول أنه أنا الأوان بأن تفي الحكومة بوعودها التي على ضوئها قد تشكلت هذه الحكومة بالتالي نتحدث عن خلافات المركز والإقليم حول حصة الأخير من الموازنة هل التسوية حاضرة أم أن الوقت لا زال مبكرا ويحتاج الأمر مداولات واستغلاق في التفاصيل كما أشار السيد العنزي يعني قطعنا نستمعت إلى كلمة سيدنا شرفان رئيس حكومة رئيس إقليم كلستان وكان يبحث عن سبل للتكامل بين الطرفين وإذابة للخلافات العالقة منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم يعني كنت حضرتك فيها مثلا بالكردي وبالعربي يعني ما يحتاج لك تلك المهنة بالتالي مباشر استمعتها حقيقة الرجل كان يعني شعرت أنه يريد أن يبدأ عهدا جديد وورقة جديدة مع الحكومة الاتحادية وقال حقيقة أنا داعم وحكومة الإقليم ونحن داعمين لحكومة سيد محمد الشاع السوداني ولكن أنا أعتقد أنه جاءت هذه المفردة من باب التذكرة أنه يجب أن نذكر بأنه هذا الاتفاق السياسي الذي حصل طبعا وأقولها بضرس قاطع وأنا مطلع من الطرفين سألت سيد رئيس الوزراء قبل أن يتسنم رئاسة الوزراء عندما كان مرشح وكانت أياما قلاء التفصله بينه وبين الجلسة التي انتخب فيها عن موضوع التفاوض مع أقليم كردستان وأجاب بكل وضوح وصراحة كل ما اتفقنا عليه هو ضمن الإطار الدستوري خصوصا فيما يخص موضوع النفط والغاز وتصدير النفط يعني أعطى المساحة للمؤسسة التشريعية لمدة ستة أشهر من أجل إقرار قانون النفط والغاز الذي يحل إشكال أزلي منذ عقدين يتجدد في كل مرة مع الموازنة ولا يوجد شيء حقيقة خارج الضوابط أو خارج الأفق الدستورية في التعاطي والتعامل مع حكومة تقديم كردستان أشكرك شكرا جزيلا دكتور حيدر برزيلا إياك الله وإياك وشكرا لحضرتك أستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي شكري موصول لكم وشاهدي الأحبة على حسن متابعة لقاءنا في الغد يتجدد بإذنه تعالى في أمان الله